السلام عليكم طلوة طالبات واولياء امور الصف الثاني العدادية. نكمل مع بعض حلو شرح كتاب جيم الوحدة العشرة واللي بتبدأ معايا في الدرس الاول والتاني. السؤال الاول بقول لي ماي فازر وانس تو هاب اهول دي توفيل ايه? خلي بالك لكي يشعر بالراحة. هايزو لك انها توفيل ريلاكسد. اللي هو يسترخي ايه. السؤال اللي بعده بقول لنا. طبعا البنات بيحبوا يلبسوا ايه في ازنهم? يعني هرتدي. طبعا في ازن يا شباب بيلبس الحلق. الحلقان اللي هي كلمة ايرنكس. يبقى دي معناها حلق. السؤال اللي بعده I don't like wearing a not around my trousers. خلي بالك كلمة اللي هي البنطلون. طبعا حوالين البنطلون. هم بقول لك محبش البس الحزام. كلمة حزام عندي اللي هي belt. اللي طبعا معناها حزام. السؤال اللي بعده بقول حبيبة and basma like to wear not round their necks. خلي بالك هنا كلمة نيك معناها رقبة. طبعا الرقبة بتلبس حولها العقد اللي هي كلمة نيكلاس. يبقى هنا شباب هتبقى نيكلاس. السؤال اللي بعده كده ولي my brother looks not when he wears a black jacket. he is great. خلي بالك هو بيبدو ايه لما بيلبس الجاكت الاسود هو بيكون رائع. يبقى عندي كلمة اسمها وسيم. وسيم اللي هي كلمة smart. السؤال اللي بعده ولي woman like to wear expensive not to look pretty. it's made of gold. هي مصنوعة من الزهب. طبعا مصنوعة من الزهب يا شباب. يبقى هي مجوهرات غالية. مجوهرات اللي هي كلمة jewelry. السؤال اللي بعده ولي this necklace is expensive. it not my father a lot of money. خلي بالك كلمة expensive معناها غالي السمن. بقول لك العقد ده غالي. اكيد هو كلف. يكلف اللي هي كلمة cost. كلف والدي فلوس كتير. السؤال اللي بعدها بيقول لي I like to play football in my not. زي help me ram fast. خلي بالك بحب ألعب كرة في ايه. هو بيخليني اجرب بسرعة. طبعا تنحية اسمها الاحزيرة الرياضية اللي هي trainers. سؤال اللي بعده we wear heavy clothes to not warm. طبعا لكي يبقى دافئ. يبقى دافئ اسمها keep warm. سؤال اللي بعده ولينا the best clothes are made of a. خلي بالك هنا عايز يقول لك افضل ملابس بتصنع من ايه? طبعا بتصنع من الكوتن اللي هي كلمة كوتن. السؤال اللي بعده ولينا young men prepare to wear not clothes. طبعا الشباب عايز يقول لك حب يلبسوا الملابس ال casual. اللي مش شباب يعني. يبقى casual clothes. السؤال اللي بعده ancient Egyptians did not wear shoes but they wore leather not. كانوش يلبسوا احزائي عادية ولكن كانوا يلبسوا صندل من الجلد. لكن مثل leather sandals. السؤال اللي بعده ولي children الاطفال usually wear not clothes. بيقول هنا they are bright. طبعا الشباب هنا عايز يقول لك الاطفال دايما بيحبوا يلبسوا ملابس ملونة اللي هي colorful. بعد كده بيقول لي I like to wear these shoes when I walk a lot. بيقول لي they are a. خلي بالك طبعا هنا بيقول لك انا بحب البس الحزاء ده فترة كبيرة لما مشي مسافة طويلة لانه طبعا مريح. هي مت مريح اللي هي comfortable. بعد كده بيقول لي my sister wears like my mother. يعني اختي بتلبس زي والدتي. she doesn't dress not from hair. خلي بالك بقى هنا doesn't enough. يعني بتقول لك هي ما بتلبسش ايه زيها. طبعا هنا ما بتلبسش مختلف عنها. مختلف اللي هي different. لان هنا بين فيها شباب. كده هنخش على جزء الاسئلة الخاص بالقواعد. خلي بالك قاعدة اللون دي سهلة جدا وهي ترتيب الصفات. القاعدة دي كلها بتعتمد على الحفظ. كل عليك هتحفظ الدول ده. لازم تبدأ بتنفس الترتيب. الوصف وبعدين الحجم وبعدين الشكل والعمر. خلي بالك التلاتة اللي في الاخر دول بقى مهمين جدا. اللون بيجي بعد منه في الاخر وبعدين اسم الحاجة. يبقى اهم حاجة ان المادة بتيجي في الاخر هي واللون. الصفحة اللي بعد كده عندي جزء الاسئلة الخاص بالقواعد زي ما اتفعنا الشباب. القاعدة كلها بتعتمد على الحفظ. الجدول اللي عرضناه من شوية نبدأ نحل بناء عليه. هنا بقول لي خلي بالك بقى كلمة دي جاية مفرد. طبعا ما العربية دي مفرد يبقى يجي اداء قبل الصفة. الاداء طبعا هي حرف الا او ان. يبقى هنا الشباب في حاجاتها استبعدها. هنا من غير اداء يبقى استبعدها. وعندي الاخيرة دي برضو من غير اداء هستبعدها. هابدأ اقارن بين الاتنين ده. خليك فاكر معايا كده. قلت لك ان اللون بيجي في الاخر هو المادة. يبقى طالما اللون عندي في الاخر يبقى نقوله نقاط. خلي بالك بقى ترتيب الصفات. احنا قلنا الموضوع ده كله باعتمد على الحفظ. قلنا اللي يجي في الاخر هو المادة والمادة كلام القاعدة دي كلها انك تحفظ الجدول دا كويس هتعرف تحيل. هنا اقول له. السؤال اللي بعد كده بيقول هنا. زي ما اتفقنا هنا الاجابة هتكون. الون بيجي في الاخر ولو في مادة خام بتكون بعده. وبعدين اسم الحاجة اللي موجودة في الجملة. السؤال اللي بعده. هاوس هنا الاسم. بيجي قبل منه على طول ممكن مادة خام وبعد لها لون. فهنا اقول له. زي ما انت شايف اللي هو اللون. بعدين المادة الخام بيكون في الاخر. السؤال اللي بعد هو بقول لي اميرة هز نوات أيز. طيب هنا هقول له شباب اميرة بيوتفول براون. هل بالك قادة دي كلها بتعتمد على الحفز. احفظ الجدول هتعرفت حل. بيجي بعدك بردو انا عايز اقول له هنا سمورت لي سمورت نيو. السؤال بعد كده بقول لي بردو نفس الكلام. انا هفظ القادة كويس فاقول لك هنا كومفورتبل نيو بيد. السؤال اللي بعد هو بقول لي my mother cooked not dinner. نفس الكلام برضو. انا عايز اقول لك هنا كلمة nice a nice pick. يبقى هنا a nice pick. السؤال اللي بعده هو سؤال correct. السؤال الاول بيقول. we wanted not table. وجايب لي ثلاثة حاجات. خلي بالك قلنا الارتكل دي بتجي في الاول قبل الصفات كلها. فهنا اقول له a. وهنا عندي مادة خام وعنده لون. قلنا اللون بيجي الاول بعد ما انه المادة الخام اللي هي material. فهنا اقول له a gray مثل. اللي هي طبعا المادة الخام اللي عندي. طبعا بحط كما بين الصفات. السؤال اللي بعده. طبعا الشباب نفس الترتيب برضو. انا عندي هنا comfortable هبدأ بيها. وبعدين old. وبعدين في الاخر اقول له material او المادة الخام. يبقى ترتيب الصفات ده من خلال الجدول اللي عرضناها في الصفحة اللي قبل دي بتبدأ تحفظوا على معنا. قلنا كلمة comfortable. كما بدنا نحط كلمة old. وفي اخر حاجة بتبقى المادة الخام. ولو في لون بيكون قبل الماتوريال. يبقى هنا old كما وقول له طبعا كمية wooden اللي هي المادة اللي هي الخشبية يعني. السؤال اللي بعده هو قولينا شي بود انا واجب لي تلات حاجات وقولي كاب. الاسم موجود عندي هدور بعدي مادة خامة. وفي الاخر ريد بيجي قبلها. طيب ابدأ بيه? ابدأ بنيو. يبقى نقول له نيو كما ريد بلاستيك. اهم حاجة تركز على اللون والماتوريال. دول بيجوا في الاخر دايما وغالبا بيجوا بعد بعض. هنا اقول له نيو كما ريد كما هو المادة الخام اللي هي البلاستيك. بعد كتب قولي اي وانت ان نوعات واجب لي تلات حاجات. طبعا نحن تبقى كل موضوع ترتيب. ترتيب الصفات ده بيعتمد على الحافز. عندي مادة خامة اللي هي كوتون وعندي لون الوات جرين يبقى ابدأ باميزنج. اول حاجة. بعدها على طول بروفو عليك وحط اللون كما هو اللون الوات جرين. واخر حاجة خالص بتيجي قبل الاسم اللي هي المادة الخام اللي هي كوتون. اللي هو الاطنين. السؤال اللي بعده وقولي هي has a beautiful knot ring. طيب لما بيجيب لحاجتين زيها بعد كده هو بسهل عليك. كل علينا انا احكسهم مع بعض. احط old وزي ما احنا عارفين gold اللي هي الماتوريال بتيجي في الاخر. كده كده. ما انت تقول له beautiful old gold. بعد كده my parents live in a knot. برضو نفس الكلام يبقى هنا اقول له يا شباب اقول له هنا طبعا nice, new house. يبقى هنا اقول له nice, new house. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا على الدرس الاول والتاني بيبدأ معي بسؤال التعليق سؤال المحادسة. خلي بالك لازم تقرأ محادسة كلها على مهلك وترجمها او انها تبدأ تحل. هنا امل and noel are talking about shopping. يعني امل ونوال بيتكلمه عن التسوق. امل بتسألها بتقول لها what did you do today? يعني بتقول لها هنا ايه اللي انت عملتي النهاردة. فانوال اتلاها حاجة واتلاها shopping. طبعا الشباب اسمها يذهب الى التسوق go shopping. لكن هنا في did بتسأل الصفحة الماضي فاتقول لها انا اذهب. الماضي مني اذهب اللي هي went. فاتقول لها i went shopping. يعني انا ذهبت للتسوق. سألتها هاتلاها did you buy anything? خلي بالك ده معناها هل تقول لها هل اشتريت اي حاجة? هاتلاها في الاجابة i bought a few things. انا اشتريت حاجات قليلة. يبقى طبعا انا اجاب بي ايه شباب اجاب بي اس. احطي yes والقام. امل بعد كده سألت السؤال كانت الاجابة i bought this code. انا اشتريت المعطف ده. يبقى اكيد هنا بتسألها في الماضي انت اشتريتي ايه يعني ايه اللي انت اشتريتي? طيب بود دي جاي في الماضي هسأل هنا بفعل مساعدة. فقول لك what did? جيت دي منين يا شباب عشان هنا الجملة كلها في زمن الماضي. فاتقول لها what did you? والمصدر طبعا من كلمة بود اللي هو buy. فاتقول لها what did you buy? يعني ايه اللي انت اشتريتي يعني? هاتلاها اشتريت المعطف ده سألتها سؤال. هاتلا في رجابة yes i like it a lot. خلي بالك yes معنا نعم. فعلا بنسألها بهال. هال هنا شباب اللي هي do لان فعلا جاي في المصدر بعد كده فاتقول لها do you like it? هل انت بقى بتحب المعطف ده? فاتلاها do you like it? هل هو هل انت حبيتي يعني? بعد كده شباب اتلاها where did you buy it? سألتها يعني where did you buy it? طبعا الشباب هنا بتقول لها اشتريتي منين يعني يعني اتلاها add the mall on five street. بعد كده امل سألتها هاتلا was it expensive. هنا was معناها هل في اول جملة لا it was on sale for two hundred pounds. بتقول لها يعني هل هو كان غالي? فطبعا هنا تقول لها no. وهن في بقى هنا اقول له it wasn't. يعني هو مكانش غالي لان هي طبعا كان عليها عرض بمتين جنيه يعني. فتقول له no it wasn't. بعد كده عندي سؤال اختياري. سؤال اول بيقول لي cotton is best not cold climes. طبعا هنا القطن طبعا اسمها is best for. الافضل لي يبقى best for. السؤال بعده بيقول لي not is an expensive material. طبعا اي هي طبعا المادة الغالية. طبعا هنا في الاجابة عندك متدولد اللي هي الزهب. بعد كده بيقول لي not people like to wear expensive jewelry. اللي هو مقاورات الغالية. طبعا هنا شباب ناس الاغنية اللي هي rich people. هما اللي بحبوا يرتدوا مقاورات غالية. بعد كده بيقول لي my sandals are different not yours. they are bigger. طبعا اسمها different from. السؤال بعد كده بيقول لي in some counters. في بعض الدول men wear skirts. الرجال بيرتدوا جيبات. they look a. طبعا ده بيبدو غريب لكن strange. السؤال بعده بيقولينا she always هي دائما covers her head بتغطي رأسها with a. طبعا في حاجة عندنا اسمها head scarf. لي طرحت الراس. يبقى هنا with a head scarf. بعد كده بيقول لي we should use نوعتي يجب ان استخدم اي cars as they don't pollute the environment. خلي بالك ما بيتلوزش البيئة اسمها electric cars. اللي هي سيارات كهربائية. بعد كده نكمل مع بعض السؤال اول فيها عندي بيقول my watch is in the not box. خلي بالك اتفاقنا عندنا ترتيب الصفات. ترتيب الصفات يا شباب نقوله large blue metal. عندي لون وبعد منه ما اتخاذ. بقوله هنا where is my new not cotton sweaters. طبعا اسمها my new blue. لو اللون وبعدين material. اتفاقنا اللون وماد الخام بيجو في الاخر. بيقول هنا do you like my not new shoes. خلي بالك انا عايز كلمة expensive. عايز قولك my expensive new shoes. السؤال اللي بعد كده هو عندي سؤال correct. السؤال الاول بيقول هنا zero art to not وجيب لحاجتين. خلي بالك اتفاقنا يا شباب هنا بنرتب الصفات. هنا اقول له beautiful red. وطبعا لو في مادة خام بتكون بعدهم يعني. هنا اقول beautiful الاول. وبعد كده اللون بيجي في الاخر. وبعدين مادة الخام بعده. الموضوع كله ما اعتمد على حفظك لترتيب الصفات. بعد كده بقول له she bought a pair of not. وجيب لي برضو حاجتين socks. يبقى هنا اعكس اقول له dirty. وبعدين اقول له old. السؤال اللي بعده بقول لي my wives not dark blue beautiful eyes. طبعا كله علينا انا هرتب الصفات. الموضوع بيعتمد على حفظك لترتيب الصفات. هنا ابدأ بكلمة beautiful. يبقى هنا اقول له beautiful. وبعدين بحط بعدها كما. ونقول له dark. خلي بالك اللون بيجي في الاخر ولا في مادة خام بتتحط بعده. وفي الاخر اقول له blue اللي هو اللون. السؤال بعده بقول لي my favorite not. وبقول لي cotton old black. هنا اجيب لي مادة خام وجيب لي لون وجيب لي الصفحة. يبقى هنا هو old. وبعدين اقول له شباب بعد كده اللون اللي هو black وبعدين cotton. ترتيب الصفات بيعتمد على حفظك للجدول اللي موجود في الصفحة اللي عرض نوم شوية وشرحناها. هنا اقول له old black كما. وفي الاخر خلص اقول له الماتيريال اللي هي المادة الخام. اللي هي cotton وهو جيب لي الشورت اللي هو الاسم.